أنا كنت أبي أسألك عنهم ما شاء الله النصار ومضفر يعني إحنا نقول عنهم أبناء المسرح ولعبتهم دائما تكون على خشبة المسرح وأنقدموا يعني شوية أمور تلفزيونية يعني إدارتهم توجيههم التعامل معهم خصوصا أن أنت متعود على فنانين دراميين وعمل ثقيل شان قدرت تتعامل معهم وتوجههم يعني ما في جد نهائيا لا بالأكس هو يعني يمكن أنا عندي تجارب كوميدية بس يعني محدودة يعني سويت أبو الملايين مع رحمة الله عليه عبد الحسين عبد الرضا وأيضا التن ديل كان مع أبو عدنان الله يرحمه وسويت أيضا فيه يعني صالح وطالح كان كوميدي سويت يعني بعض العمال بات نايت وغيره لكن أعتبر أنا مثل نوع من التغيير نفسية يعني بس تغير لكن بالنسبة للشباب هم مسرحيين فعلا ولكن لهم تجارب في التلفزيون نعم وقدروا يعني يمكن خلال السنوات الأخيرة أنهم يعرفون الفرق بين الأداء التلفزيوني بس هل مرة معاي لا قلت لهم تعالوا خلونا نشتغل تلفزيون أكثر يعني ساعات أوقفهم لا هنا ماين قال يقولوا لي أبو عزيز حلو الأفية أقول له مسرح يعني ماين فعني عزيز مثلا وخالد كانوا يقولون أفهات عن واحد من المثلين وكان واقف قلت له ماين فقال لي ليش قلت له في المسرح أنت تقدر توقف الممثل وتقول له أفهات وبعدين تخلص وتقول له تفضل هنا نحن محكمين بتايم وإقاع وزمن وتفاصيل ثانية